قالت منظمة الأغذية والزراعة في بيان لها أن الشعب الصيني صنع أعظم معجزة للحد من الفقر تتميز بطول مدتها والتساع نطاقها وشمول فائدتها لأكبر عدد من السكان مشيرة إلى أن الصين قدمت مساهمات بلغة لتعزيز قضية الحد من الفقر في العالم ووفرت حافزا مهما وخبرة مفيدة للدول النامية كما أعربت المنظمة عن فائق تقديرها للصين حكومة وشعبا وتطلعها إلى تعميق التعاون معها في الأغذية والزراعة والحد من الفقر على أساس التعاون بين بلدان الجنوب وخطة يد بيد حتى يحقق الجنبان معا خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يعمل ماتشي رئيس فرع السندوق الدولي للتنمية الزراعية في الصين ومنغوليا في المناطق الريفية في الصين منذ عدة ثلوات وهو شاهد عيان على إنجازات الصين في الحد من الفقر باستثناء الصين لم تتمكن أي دولة من خراج الكثير من الناس من الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة بفضل جهود الجلين فقط أنا شاهد على هذا الإنجاز العظيم جئت إلى الصين منذ عام 2014 كرأي سفر صندوق دولي للتنمية الزراعية في الصين وقد زرت مناطق الأشد فقرا وبعدا في البلاد وقدمت الاقتراحات لتنميتها وحتى أشرفت على تنفيذ مشاريع ويمكن ملاحظة تحسن معيشة السكان هذه المناطق بشكل ملحوظ على مر السنين وقد كنت شاهد على كيفية مساعدة الحكومة للمزرعين المحليين لا تقليل الوقت لازم لتسويق محصلهم وزيادة موهلات تعليمية للسكان المناطق الرفية كما كنت شاهد على زيادة الإنتاج الزراعية من خلال مرافق الرأي مثل الأبار المائية والقنوات وقد أصبح لدى المزرعين فرص أكثر لزيادة مداخلهم وبادت بمقدورهم الحصول مزيد من المعلومات وبين حصلهم بأسار عالى وأرباح عفر لقد شاهدت هذه تغيرات خلال السنوات السبع الماضية بينما كنت عمل في الصين قال ماتيو إن الحد من الفقر في العالم كان دائما مشكلة بارزة أمام التنمية والحوكمة العالميتين وقد جذبت إنجازات الصين في الحد من الفقر الاهتمام العالمي وأصبحت قدوة للدول الأخرى تعمل الصين على تقديم مساهمات أكبر في الحد من الفقر في العالم وتحقيق الأحداث المستدامة كما تظهر للعالم أن الحد من الفقر ليس مفهوم يوتيوبيا وغير واقعي بل هو أمر ملموس قابل للتنفيذ وستحققه في المستقبل المنزور